موسيقى عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الخمسة ألاف حول العالم والرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئة وطنية تركيا وروسيا تتفقان على تفاصيل وقف لإطلاق النار في إدلب الخارجية العراقية تستدعي سفيري بريطانيا والولايات المتحدة بعد توجيه ضربات أمريكية في أراضيها موسيقى مجهز الأنباء من قناة اي 24 ذكرت مصادر مختلفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئة وطنية بسبب فيروس كورونا ليفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية لمحاربة المرض وكان ترامب قد قال في وقت سابق من صباح اليوم إن فحصات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق أسع لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الخمسة ألاف فيما فادت تقارير برازيلية عن إصابة الرئيس بولسينارو بالفيروس وذلك استنادا إلى نتائج الفحصات الأولية التي خضع لها فيما لم يتم التأكد رسميا من هذه المعلومات أعلن الجيش الإيراني أنه سيعمل على إخلاء الشوارع في إنحاء البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس وتزامن خبر ارتفاع حصيلة الوفيات مع طلب إيران لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي ودعمها في مكافحة الأزمة التي سببها الفيروس أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى خمسة وثلاثين حالة وذلك بعد اكتشاف أربعة حالات جديدة في مدينة بيت لحم وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي إن الإصابات الجديدة هي لفتتين وشابين وأشار المتحدث الفلسطيني إن الحالات لازالت محصورة في المدينة وإن أجهزة الدولة تعمل على منع تفشي الفيروس في مناطق أخرى وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس لتصل إلى مائة وثلاث واربعين حالة وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمينة نياه اليوم جلسة مباحثات مع عدد من الوزراء من أجل اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة الفيروس ألم أن الحكومة أعلنت عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل نيسان المقبل نعقد جلسات ونتخذ قرارات على مدار استاعة بما في ذلك في ساعات الصباح وبعد الظهر قدنا جلسات متعددة المشاركين ولكننا حرصنا على مسافة متر بيننا وبقدر الإمكان مترين سنعقد يوم الأحد جلسة لمجلس الوزراء من خلال الفيديو كونفرنس من أجل الحفاظ على هذه المسافة نعطي مثالا يحتذى به للمواطنين ونأمل أن كل واحد منكم سيتصرف وفقا لهذا النهج شهدت أسواق المال ارتفاعا حدنا اليوم بعد الهبوط التاريخي الذي سجل يوم أمس بورصة وولد سريت وأوروبا وبدأ التداول في بورصة وولد سريت في نيويورك بارتفاع حد وصل إلى 6% في المؤشرات الرئيسية وكانت الأسواق الأوروبية قد أغلقت أيضا بارتفاع كبير بعد الخسائر والترجعات التي سجلتها يوم أمس ويعتقد المراقبون أن ارتفاع اليوم يشكل تصحيحا بسيطا للهبوط الحاد الذي شهدته بورصة العالم في الأيام الماضية وأن حالة التذبذب ستستمر مع استمرار أزمة فيروس كورونا ومن تداعيات الفيروس فقد قررت رابطة الدور الإنجليزي إيقاف مباريات الدور حتى مطلع أبريل المقبل وتسارعت الإصابات في البريميرليج مع إعلان إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا ثم إعلان إصابة نجم تشيلسي كالوم هوديسون لينضم البريميرليج إلى قافلة الدوريات الأوروبية المختلفة التي أعلنت عن تأجيل موعد مبارياتها يبدأ رئيس الدولة الإسرائيلي تحظى بتأييد القائمة المشتركة ونبقى في الشأن الانتخابي حيث تبادل كل من حزب الليكود وتحالف كحول لفان مشادات كلامية في ظل المحادثات حول إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية وجاءت المشادات الكلامية بعد إصرار كحول لفان على نزع منصب رئاسة الكنيست من حزب الليكود حيث تقدم كحول لفان بطلب إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتين الذي ينتمي إلى حزب الليكود بإدراج انتخاب رئيس جديد للكنيست على جدول أعمال البرلمان الإسرائيلي في باكورة جالساته التي ستعقد يوم الاثنين القادم قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن المسؤولين الأتراك والروس اتفقوا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب في شمال غرب سوريا ونقلت وكالة الأنضول التركية الحكومية عن أكار قوله إن المسؤولين اتفقا على تنظيم دوريه ويات مشتركة على طريق إنفور الرئيسية اعتبارا من يوم الأحد كما تم الاتفاق على إقامة مراكز تنسيقها مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق بعد استكمال المحادثات مع المسؤولين الروس في أنقرة قال مسؤول تركي إن الرئيس رجل طيب أردوغان سيجري محادثات مع زعيمي فرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل بشأن أزمة الهجرة عبر دائرة تلفزيونية بدلا من استضافة قمة كما كان مقررا ويأتي هذا القرار في إطار تصدي دول العالم لانتشار فيروس كورونا وقال المتحدث باسم أردوغان إن الرئيس التركي أرجع زياراته الخارجية لفترة غير محدودة أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن مقتل ستة أشخاص من قوات الجيش والشرطة وإصابة إثنى عشرة آخرين بجروح خطرة إثر قصف أمريكي استهدف مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من العراق وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات التي بثت محدودة النطاق استهدفت خمس مواقع لتغزين الأسلحة تستخدمها جماعة كتائب حزب الله ومنها مخازن أسلحة استخدمت في هجمات على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن وزير الخارجية استدعى سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد بسبب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية عراقية وأكدت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم أن القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية داعية المجتمع الدولي إلى دعم العراق واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن وفاة عشرين مصريا نتيجة الطقس السيء لمنخفض التنين الذي يضرب مصر حاليا وأكد مدبولي أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وأحذر المسؤولون في مصر من منخفض جديد قادم من البحر الأبيض المتوسط باتجاه البلاد وذلك بعد موجة الطقس السيء التي ضربت محافظات مصر نتيجة المنخفض أرسلت إثيوبيا وفدا رفيع المستوى إلى دول مختلفة للطلاعها على موقف أديس أبابا بشأن سد النهضة وتوجه الوفد برئاسة الرئيس السابق مولاتو تيومي إلى أوروبا للقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وتتزامن هذه الزيارات مع جولات عربية يجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري حاملا رسائل إلى الزعماء العرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بمسألة السد نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر